السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما الذي يسبب حرق الصمام حرق الصمام في محرك السيارة هو حالة تحدث عندما يصبح الصمام ساخنا جدا لدرجة انه يذوب او يتلف يمكن ان يحدث هذا لعدة اسباب بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة المحرك يمكن ان يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحرك الى ارتفاع درجة حرارة الصمات مما قد يؤدي الى حرقها يمكن ان يحدث ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك تلف نظام التبريد او القيادة في درجات حرارة عالية عدم ضبط نسبة الهواء الى الوقود بشكل صحيح يمكن ان يؤدي عدم ضبط نسبة الهواء الى الوقود بشكل صحيح الى زيادة حرارة مما قد يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الصمات يمكن ان يحدث عدم ضبط نسبة الهواء الى الوقود بشكل صحيح بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك تلف مستشعر الاكسوجين او نظام الوقود تلف حزام التوقيت او سلسلة التوقيت يمكن ان يؤدي تلف حزام التوقيت او سلسلة التوقيت الى حدوث خلل في توقيت المحرك مما قد يؤدي الى زيادة حرارة الصمات يمكن أن يحدث تلف حزام التوقيت أو سلسلة التوقيت بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك التآكل الطبيعي أو التلف الميكانيكي تلف مقعد الصمام يمكن أن يؤدي تلف مقعد الصمام إلى حدوث تسريب في غرفة الاحتراق مما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الصمات يمكن أن يحدث تلف مقعد الصمام بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك التآكل الطبيعي أو التلف الميكانيكي تشمل أعراض حرق الصمام في محرك السيارة ما يلي انخفاض عزم المحرك زيادة استهلاك الوقود خروج دخان أسود من العادم سماع أصوات تقطقة من المحرك إذا لاحظت أي من هذه الأعراض فمن المهم أن تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي لفحصها يمكن أن يؤدي حرق الصمام إلى تلف المحرك بشكل دائم لذلك من المهم إصلاحه في أسرع وقت ممكن فيما يلي بعض النصائح لمنع حرق الصمام في محرك السيارة الحفاظ على حرارة المحرك في نطاق التشغيل الطبيعي ضبط نسبة الهواء إلى الوقود بشكل صحيح فحص حزام التوقيت أو سلسلة التوقيت بانتظام فحص مقعد الصمام بانتظام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله